بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عذوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أحبابي الكرام أيها الطلاب الأعزاء صاحب قناة الرائدة في الروحانيات أصبحتم تعرفونه بأنه يقدم لكم دائما الدخائر المأخوذة من صدور الشيوخ الفطاح للمغاربة حفظهم الله في الضارين واليوم مع مخمسين هو أكبر وأعظم مما يصفه الواصفون هذا المخمس أقول لا يستطيع أي واصف أن يصفه لكم وهو من غير ساعة ولا رصد في أي وقت يعمل في الليل في النهار في جميع الأيام لا تحصر شريطة أن تكون على طهارة توبا وبدنا ومكانا وباطنا ولسانا وقلبا وأن تصلي لله عز وجل ركعتين هذا في الخير وأن تبخر ببخور الطيب كل ذي رائحة طيبة في الخير أما في الشر والعياذ بالله ولا أعطيكم المخمس الذي يعمل في الشر لكن نذكر فهو تصلي له ثلاث ركعات متتالية كالك صلاة المغرب بدون بسمالة تقرأ فيها الصور بدون بسمالة أما هذا المخمس الجليل الذي له سر كبير وهو كما قلت لا تحصره ساعة لا يحصره وقت ولا رصد شريطة الطهارة والنظافة وهو كالتالي انتبهوا جيدا معي هذا المخمس اعلم يا ولدي العزيز أنك إذا كنت ترغب في قداء حاجة من الحوائج فما عليك إلا أن تضع الجذول الآتي في لوح من خشب الصفصاف تضع هذا الجذول تنقشه أو تكتبه بمداد طاهر روحاني على لوح من خشب الصفصاف اسمعوا هذا الشرط يكتب على لوح من خشب الصفصاف ولا تقول لي ما معنى الصفصاف حتى عنه عند النجار وعند الحرفيين في الخشب واجعل الحاجة المطلوبة في موضع اسم الجلالة اسم الجلالة هو الله يعني في القلب ودائما القلب يكون فيه الجلالة لأن اسم الله يلفظ من القلب الله ومن كذب فليقول الله ويمس ضع يدك على قلبك والفظ باسم جلال الله فهي تخرج من القلب جميع الكلمات تخرج من الحنجرة أو من شفاتين إلا هذا الاسم ذاتي الكبير المشرف العالي الفعال يخرج من القلب لذلك قلت أن تضع الحاجة في موضع القلب في موضع الجلالة واذكر الأسماء الثلاثة عدد ميتين واثنين مرة حتى يهتز الجذول حتى يبدل ذاك اللوح يتهز يهتز من يدك تكون شد في الدك وتتقر عليه في يدك وأنت تعزم حتى يهتز اللوح بدون أن تشعر وإن لم يهتز فما عليك إلا أن تعيد العمل من جديد حتى يهتز وحتما سيهتز فذلك هي علامة الاستجابة إن شاء الله اعلبوا وفقني الله وإياكم إلى ما فيه الخير أنني تعلمت هذا من شيخي رحمه الله وعملت به وشاهدت بركته العظيمة من الاستجابة دائمة فأجابت أكبر وأعظم مما يصفه الواسف فسوف ترون وهو كما أخذنا أن تعمل مخمسا طبيعيا مخمس طبيعي خال الوساط خال القلب وتأخذ الحاجة من الله سبحانه وتعالى الحاجة التي تطلب من محبة أو مال أو كسوة أو غيره مع اسمه الجليل الجميل الجبار الجليل الجميل الجبار وله جدوى آخر مضيف إليه اسمه الجامع وتضع عددهم مع عدد الحاجة بين الثلاثة في الوساط بين الثلاثة سأريكم أسماء في متلة متساوي الأضلع في لوحين معلق في لوحين من صفصاف معلق بين يديك وتكرر قراءة الأسماء الثلاثة العدد الواقع عليهم تحسبهم موضع تضربه وهو 332 مضروف في الطبائع الأربع يساوي 332 مضروف في أربعة عندنا 1328 وتبدأ بأقل عدد وترقى لأعلى تبدأ بأقل عدد وترقى إلى أعلى ما معنى تبدأ تبدأ بالتمانية ثم بالعشرين ثم بالمئات إلى أن تصيل إلى 1300 100 100 100 100 هكذا تبدأ بأقل وترقى إلى الأعلى إلى آخره هذا من جهة وتدعو تدعو الله وتطلب حاجتك تدعو الله وتطلب حاجتك حتى يهتز اللوح فذلك علامة الاستجابة من غير الساعة ولا رصد وذلك كله شريطة الطهارة وصلاة ركعتين في الخير وثلاث ركعت في الشر كما قلت وهذه دخيرة أعطيك إياها أمتلة في الخير مثلا في الخير تحسب جعل الله فلان يحب فلان أو فلان فلان تحب فلان أو فلان يحب فلان أو فلان تحب فلان أو فلان يحب فلان أو تقول اللهم سخر لي فلان وخذ بناصيته فإنها بيدك ولا قوة إلا بك هذه أمثلة في أن تحسب هذا الحاجة هذا هو الحاجة الوطر كما وأما صورة الجذول فلا يعمل منه إلا البيت الواسع بالأسماء والعدد الواقي على المراد في متلة والباقي خالي من ذلك معمر بالطبيعي فقط لا يعمل أما البخور الخير يكون ذو رائحة طيبة كما قلت وله وجون آخر كذلك هذا هو الجذول المبارك ها هو أمام أعينكم مخمس خالي القلب لكن معمر بالطبيعي هذا الطبيعي لا ندخل بالأسماء الأسماء هنا تكتب بدون تنقيد ويكون هذا المتلة متساوي الأضلع هذا الضلع متساوي متساوي الأضلع تعبرها تساويها عددا عدد الأضلع يكون تكتب رب جميل جبار جليل هكذا ها هي واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة وهكذا دولك والوجه التاني ها هو أمامكم هذا أول وجه التاني نضيف إليه جامع وهو جيم هذا حرف جيم الجاميل الجليل جيم الجبار الجواد جيم الجامع هذا إما أن تضع هذا المتلت هنا يضع أو تضع هذا المتلت دائما وسط المخمس هذا هو المتلت له ثلاثة أضلع إما تعمل بهذا فهو قاطع أو تعمل بهذا كذلك فهو قاطع لكن العدد ديالطلب يوضع هنا في الوساط هنا في الوساط العدد ديالطلب يوضع في قلبي هذا المتلت يوضع بالأعداد بالأرقام ولا يوضع كتابة هكذا كما وصفت لكم إياه أن تقول اللهم سخر تدعو اللهم سخر فلان يحب فلان أو تقول اللهم سخر لفلان وخذ بناصيتي فإنها بيدك ولا قوة إلا وتحسبها تحسبها بالأبجد أو بالأيقش وتضع العدد ديالها ها هنا وتبدأ في العزيمة كما هي والله إن هذا المخمس لا نظير له يستجيب لك في أي وقت جربوه لا أقول أعملوا به جربناه وجربوه الإخوان ها هو ها تعمل به تبعوه هذا مخمس لا نظير له هكذا أخذته عن شيخي رحمه الله وجربته وقد عمله تعمل أي طلب في المال جلب المال جلب النساء جلب الرجال جلب الخير الدفع المضار فهو قاطع تعمله في أي وقت في أي ساعة في أي يوم في أي شهر بالليل بالنهار لا حصرة له وفقني الله وإياكم إلى ما يحب ويرضاه أيها الطلاب الأعزاء أحبكم في الله هذه الفوائد خذوها خذوها من قلبي فهي مفيدة لكم وأشكر جميع الإخوان أشكرهم وأعتذر للإخوان الذين لا أرد عليهم في التعليقات أو في الهاتف لأنني أسجل في الهاتف وبعض الإخوان سامحهم الله يهاتفونني أثناء العمل فأضطر لإعادة تسجيل من جديد يعني أجد محنة كبيرة فمن الأفضل أن تكتبوا لي أكتب أكتب عبر الإيميل كتب طلباتك سأقرأها من بعد وفقني الله وإياكم إلى ما يحب وارضاه وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم وتفضل وتكرم وتنعم على سيدنا وحبيبنا وعظيمنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين غفر الله لي ولكم ولوالدينا ونجانا ونجاكم من الأمراض والأسقام حفظ الله تعالى أو طهننا وحفظكم أيها الطلاب الأعزاء سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وأخذ دعوانا أن الحمد لله رب العالمين